دائما مع الأخبار الخاصة بمجتمعنا الكبير الرغبة في عيش رفاهية رغم محدودية الدخل الشهري هذه هي الرغبة تدفع الكثير من الجزائريين للاستدانة من أجل شراء كماليات يمكن الاستغناء عنها ما جعل الاقتراض عادة وليس حاجة تقول سلف داماشا اللجوء للاقتراض أصبح علامة مسجلة لدى عامة الجزائريين فرغم محدودية دخلهم الشهري ينجأ الكثيرون للاستدانة من أجل شراء كماليات يمكن الاستغناء عنها هذا الشاب وكغيره من أقرانه مولوع بالموضة وليس لديه إشكال في الاقتراض من أجل إشباع حاجاته النفسية اللجوء للاستدانة والتسلاف بالعامية عادة أصبحت شيء عادي في يوميات الجزائريين يجي دامان ديك يقول لك سلف دراء عامة بسكالاش راني محتاج وكدايا بش نشيري كما يقول لك دوالي ما باش نوكل أولادي كاللمرة ليه البو فيفرادميطان كما بار اكزمبل اختمز وجام واحد مرفع تقول لان عندي طول طاقة أهل الاقتصاص أجعوا هذه الظاهرة إلى مرض نفسي لعيش مكانة اجتماعية تفوق دخلهم السهولة النفسية التي ترويضه نحو السلف وهذا السلف يعتبر مرض نفسي في الإنسان الأجباع النفسي للحاجيات الجديدة وسوء الإنفاق لعيش الرفاهية هي أهم أسباب لجوء الكثيرين للاقتراض سواء على المستوى العائلي أو الفردي